جمعنا لكم مجموعة من اكثر من 15 موجة خاطرة تم التقاطها وجمعها عبر العالم في المرتبة الخامسة عشر انقاذ سفينة كليليا اثنان التاريخ الثامن من ديسمبر عام 2010 تواجه السفينة السياحية كليليا اثنان المعطلة جزئيا ظروفا جوية قاسية مع 88 راكبا امريكيا على متنها اثناء عودتها الى ميناء في الارجنتين بعد توقف احد محركاتها عن العمل وهي سفينة اعدت لاستكشاف القارة القطبية الجنوبية واجهت السفينة السياحية قدرة محدودة على المناورة لانها كانت تبحر عبر ممر دريك في اوشوايا الارجنتين وذكرت صحيفة بيونس ايرس هيرغالد ان الرياح كانت تهب بقوة 90 كيلو مترا وان الاحوال الجوية كانت قاسية ايضا المحرك فاشل عندما اندلعت موجة فوق جسر الحاوية مما ادى الى قطع الاتصالات بالاضافة لانقطاع التيار الكهربائي الذي قلل من الطاقة للمحرك ارسلت كليليا اثنان نداء استغاثة لتتلقى المساعدة من سفينة سياحية اخرى في القارة القطبية الجنوبية التي نقلت مكالمة الطوارئ ليتم لاحقا ارسال السفينة التشيلية اي تي اف لوتارو الى المنطقة لمساعدة السفينة السياحية كليليا اثنان في المرتبة الرابعة عشر تجربة برنامج واهو النووي التاريخ السادس من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين تم ان تنفيذ الانفجار النووي في محيط مفتوح خارج جزيرة اينويتاك في المحيط الهادئ كان هذا الاختبار النووي الذي يحمل الاسم الرمزي وهو اول اختبار تحت الماء كان وهو عبارة عن برنامج علمي يدرس اثار الانفجار النووي تحت الماء على الانظمة البحرية حيث تم وضع الجهاز النووي على عمق مائة وخمسين مترا في المحيط الهادئ مع دراسة كافة المتغيرات لتكون ضمن حدود معينة حتى تكون البيانات دقيقة تتألف السفن المستهدفة التي سيتم استخدامها لهذا البرنامج من ثلاث مدمرات وغواصة النشطة وسفينة بحرية تجارية تم الوفاء بشروط الاختبار ليبدأ التفجير وفي غضون ثانية تم التفجير ليصل الى ارتفاع مائتين وستين مترا بعد سبع ثوان وتسبب الانفجار في موجات ضخمة لدرجة ان موجة واحدة غمرت اغلب الجزيرة حيث اجبرت المصورين على تسلق الاشجار لتجنب الاصابات وتعرضت السفن المستهدفة الى اصابات مباشرة من خلال الموجة الصدمية التي تسببت باضرار لحقت بمعداتها الرئيسية والاضافية بينما عانت ايضا من اضرار طفيفة في الهيكل في المرتبة الثالثة عشر رودريغو كوسكا يحطم الارقام التاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة الفين وسبعة عشر حين حطم راكب الامواج البرازيلي رودريغو الرقم القياسي العالمي بعد التزلج على اكبر موجة على الاطلاق وجه رودريغو موجة بعلو 24 مترا تقريبا قبالة ساحل نازاري في البرتغال ومنح جائزة جانس للارقام القياسية لتزلجه باحتراف على اكبر موجة وقد تحولت فرحة رودريغو الى الام بعد لحظات من تزلجه على الموجة اذ سقط على المياه القوية وتعرض لاثنى عشر كسرا في ظهره ولا زال يتعافى من الكسور لكنه عبر قائلا كان هذا افضل يوم في حياتي في المرتبة الثانية عشر تسونامي اليابان الفين واحد عشر تعرض شمال شرق اليابان لزلزال عنيف بلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر وتلت الهزات الارضية الضخمة موجة تسونامي هائلة بارتفاع حوالى ستة عشر مترا خلفت هذه الكارثة ضحايا ومفقودين ونازحين بالاضافة الى تلوث اشعاعي كبير بدأت الكارثة بزلزال قويا في الساعة الثانية وستة واربعين دقيقة مساء وذلك قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهونشوف وهي الجزيرة الرئيسية في اليابان وعندما حدث الزلزال كان مركزه على بعد مائة وثلاثين كيلو مترا شرق مدينة سينداي وعلى عمق ثلاثين كيلو مترا غرب المحيط الهادئ وقد تسبب زلزال بأضرار واسعة النطاق على الأرض وسلسلة من موجات تسونامي كبيرة دمرت العديد من المناطق الساحلية في البلاد وعلى الأخص منطقة توهوكو شمال شرق هونشو في المرتبة الحادية عشر كيبتاون تحت خطر الأمواج تشتهر كيبتاون المدينة الساحلية في جنوب أفريقيا بفصول الشتاء العاصفة فقد تم تصوير مقطع فيديو لموجة تحطم جدار بحري وتتجه نحو المركبات بشكل مرعب في عام 2017 وبدأ تداول مقطع فيديو تيك توك لتلك الموجة الضخمة على الطريق المواجه للبحر على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب على التعليق كيبتاون سي بوينت هذا الصباح تم تصوير الفيديو تحت المطر من خلال الزجاج الأمامي لسيارة متحركة عندما تنعطف السيارة إلى اليمين تندفع الموجة فوق جدار البحر فتغمر الشارع وتضرب السيارات في المرتبة العاشرة أمواج بحر الشمال في عام 2017 رصدت كاميرات المراقبة المتواجدة في مقدمة إحدى السفن مقطع فيديو لسفينة وهي تصارع الأمواج بشكل خطير في بحر الشمال حيث تضرب أمواج ضخمة السفينة ويقدر البعض أنها كانت على ارتفاع ثلاثين متراً حيث يمكن النظر إلى أي مدى تهتز السفينة وتلك الأمواج تشتد من حولها وبالرغم من ذلك يظهر أحد الأشخاص الذي تظهر عليه علامات الهدوء والضحك وكأنه اعتاد على هذه الأجواء الصاخبة المرعبة لكن هذا المشهد المرعب لأي أحد آخر غير معتاد على هذه الأجواء البحرية قد يجعله ينهار تماماً في المرتبة التاسعة سفينة نشيد البحار تقاوم الأمواج إذا كنت معتاداً على السفن السياحية فمن المحتمل أن تكون على دراية بشركة رويال كاريبيان انترناشيونال فالشركة هي واحدة من أبرز مشغلي خطوط الرحلات البحرية في العالم وهي تهيمن بشكل جزئي على سفينة تدعى نشيد البحار أنثيم أوف ذا سيز والتي تعتبر سفينة سياحية من الدرجة الممتازة وهي بالفعل من أنواع السفن التي تستوعب أكثر من أربعة ألاف شخص مع جميع وسائل الراحة حيث المطاعم والمتنزهات الترفيهية وغيرها لكن في السابع من فبراير سنة 2016 وأثناء الإبحار أصيبت نشيد البحار بأمواج هائلة جداً لدرجة بدت قادرة على إسقاطها حيث دفعت السفينة عدة مرات تاركة الركاب بشعور ممتلئ بالخوف على حياتهم حيث اضطرت السفينة حرفياً إلى التوقف في منتصف المحيط بسبب هذه الأمواج الضخمة في المرتبة الثانية أمواج منصة النفط بورغولم دولفين التاريخ العاشر من يناير سنة 2015 قام العامل في الخارج جيمس إيتون بتسجيل فيديو من منصة لوموند يظهر الأمواج التي تضرب منصة بورغولم دولفين وكانت تلك الأمواج نتيجة عصفة شديدة فوق بحر الشمال تلك الأمواج تكفي لتصيبك بدوار البحر وقد اصطدمت هذه الأمواج الضخمة بمنصة النفط المتأرجحة التي تتمركز على بعد 145 ميلاً شرق أبردين استمرت العاصفة حوالي يومين لم يغادر أحد المنصة ولحسن الحظ لم تكن هناك إصابات حيث ذكر جيمس أن الركاب يتعرضون للكثير من العواصف في هذا الوقت من العام ولكن ليس لديهم أبداً سفينة أو سفينة صغيرة بالقرب منهم لمعرفة مدى سوء الأمر لهذا فهو أمر غير معتاد بعض الشيء في المرتبة السابعة أمواج بحر الصين الشمالي أمواج بحر الصين ترمي سفن الشحن مثل القطع الورقية كما تظهر لقطات تم أخذها في أكتوبر من عام 2021 حيث وفي هذا اليوم المشؤوم كانت ناقلة البضائع السائبة تشق طريقها على طول بحر الصين الشمالي عندما تعرضت لإعصار النهائل وفقاً لتقارير التي سجلها الإعصار كعاصفة بقوة 12 على مقياس بيوفورت حيث أنك إذا استمعت عن كثب فلن تسمع إشارات من جانب آخر على متن السفينة وهذا الأمر مؤكد استمرت العاصفة عدة أيام وتسببت في طباط السفينة بشكل ملحوظ ويمتد موسم الأعصير المدارية هنا طوال العام ويسبب في المتوسط أكثر من 30 عاصفة شديدة كل عام في المرتبة السادسة يوم سيء لرجال البحرية الملكية في حين تمتلك كل دولة متقدمة تقريباً أسطولاً بحرياً من أجل الحفاظ على الحدود البحرية لبلدهم آمنة وفي عام 2016 كان هذا اليوم صعباً لرجال البحرية مع الكثير من التهديد من تلك الأمواج العاتية حيث توجهت سفينتهم الحربية التابعة للبحرية الملكية النيوزيلندية إلى المحيط الجنوبي وهي المنطقة الأكثر برودة ورياحاً وكانت مهمتها القيام بدوريات في المنطقة لاكتشاف المخاطر ولكن بينما كان من المفترض أن تواجه مراكب الصيد غير المشروع واجهت خطر آخر يتمثل بغضب الطبيعة مع منح الرجال القليل من الإثارة بهذه الأمواج التي ترتطم بشدة بجميع أنحاء سفينة وتهدد تحصيناتها القوية والتي منعت الجميع من حرية الحركة بل أضافت الكثير من الأجواء المجنونة على المكان المرتبة الخامسة حاملة الطائرات في وجه الأعاصير نعم هناك شيء واحد يمكن أن يظهره لك المشهد حين ترى سفينة أو راكب الأمواج تبتلعها الموجة ولكن إنه شيء مختلف تماماً فحاملة الطائرات المعروفة باسم كانت في طريقها إلى قاعدة يوكوسوكا البحرية في اليابان وبينما تشق طريقها على طول الطريق عبر شمال المحيط الهادئ اعترضها إعصار فينكشن الهائل حاملاً رياحاً بلغت قوتها 51 ميلاً في الساعة والتي رفعت الأمواج إلى حوالي 12 متراً حيث تظهر الطائرات كأنها مربوطة بحزام الأمان لهول الأمواج التي تضرب السفينة لكن أثبتت كيتي هوك أنها على مستوى المهمة وما مع الاعتراف أن تلك التجربة كانت تبدو رائعة المرتبة الرابعة موجة عملاقة تدمر الزفاف من المفترض أن يكون حفل الزفاف الخاص بك هو أسعد يوم في حياتك فأنت تريد أن يسير كل شيء على ما يرام لكن كيف لك أن تتخيل أن موجة عملاقة قد تعطل حفل الزفاف ففي سنة 2022 وحسب مقطع فيديو متداول تجمع الحضور والجميع سعيد للغاية وأجواء الفرح تغمر المكان وبدأت حفلة الزفاف على شاطئ هواي دون أن تدرك أنك حين تقرأ عهود زواجك ستغافلك أمواج المحيط على طول الشاطئ وتغافل الأشخاص الذين تحبهم وتدمر هذه اللحظات الجميلة حيث كان للطبيعة رأي آخر حاول الجميع بذل قصارى جهدهم للوصول إلى الأمان دون فائدة فقد دمرت الأمواج كل شيء من الديكور إلى ترتيبات الزهور ولم ينجو من المكان سوى الكعكة حسب بعض التقارير وقالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن الأمواج التي زاد ارتفاع بعضها عن ستة أمتار تعد موجات تاريخية والأكبر منذ عدة عقود ثم عبرت الأمواج الشاهقة شواطئ هواي الجنوبية إلى المنازل والشركات وامتدت عبر الطرق السريعة في المرتبة الثالثة أمواج تباغت المتزوجين حديثا التاريخ الثالث من يونيو عام 2020 أراد العروسان أن يحتفلا بعقد قرانهما بطريقة غير تقليدية فوقفا على شاطئ البحر من أجل التقاط الصور التذكارية غير أن الأمر انتهى بمأساة حيث نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية مقطع فيديو وثقه أحد المرة يظهر العروسين وهما يستمتعان باللحظات الجميلة في شاطئ لاغونا بولاية كاليفورنيا دون اكتراث لحركة الموج التي كانت ترتفع خلفهما شيئا فشيئا وفجأة ضربت موجة عملاق العروسين السعيدين بينما كان يلتقطان الصور لتدمر جلسة التصوير وتوقعهما في البحر ولحسن الحظ تمكن رجال الإنقاذ من سحب العروسين لذين غامرتهما مياه البحر وإخراجهما ليلتقط أنفاسهما ومن المؤكد بحسب الصحيفة الأمريكية أن خطة حفل الزفاف لم تكتمل بعد الحادث المأساوي ولم تعرف هوية العروسين المرتبة الثانية مايك بارسونز يركب الأمواج مايك بارسونز من أصل أمريكي وهو محترف لركوب الأمواج ومدرب ركوب الأمواج وفي عام 2001 صعد بارسونز على موجة طولها حوالي 21 مترا في كاليفورنيا حيث حصل على 66 ألف دولار كأعلى جائزة تم منحها على الإطلاق في تاريخ رياضة ركوب الأمواج الاحترافية وقد تم منح هذه الأموال من قبل مسابقة بيلابونج XXL التي أشادت بأعلى الأمواج التي تجداح الشاطئ كل عام وحطم بارسونز في وقت لاحق رقمه القياسي في الخامس من يناير سنة 2008 في بنكي كورتس عندما تم تصويره وهو يركب موجة بارتفاع يقدر بـ 24 مترا مما وضعه في كتاب جينيس للأرقام القياسية رسميا لأكبر موجة تم تصفحها على الإطلاق وتم إدخال بارسونز في قاعة مشاهير في هنتينغتونبيتش في كاليفورنيا في عام 2008 وأخيرا في المرتبة الأولى إنقاذ طاقم السفينة الهولندية تعرضت سفينة شحن هولندية لخطر الانقلاب في بحر الشمال بعد تعرضها لعاصفة وظروف جوية صعبة قبالة سواحل النارويج رفع الطاقم على متن السفينة حالة التأهب في بحر الشمال قبل ذلك بيوم مما دفع خفر السواحل النارويجي إلى إطلاق عملية لإجلاء طاقم السفينة المكون من 12 شخصا وأظهرت لقطات نشرها خفر السواحل رجال الإنقاذ وهم ينقلون الطاقم جوا من السفينة حيث ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى 15 مترا بينما تم إنقاذ آخرين من على سطح السفينة ونقل كل أفراد الطاقم إلى بر الأمان وقال مسؤولون نرويجيون لراديو NRK الحكومي إن السفينة المسجلة في هولندا والتي كانت تنقل اليخوت الصغيرة فقدت طاقتها في محركها الرئيسي وكانت تنجرف نحو اليابسة قبل أن يتم تدارك الموقف وإنقاذ الطاقم شكرا لكم لحسن المشاهدة ونلتقي بكم في رحلة أكثر خطورة إلى اللقاء